سلام المسيح و أهلاً وسهلاً بكم بتأملنا لهذا اليوم و رح نتأمل عن البرية نقرأ من إنجيل متى أصحاح الثالث والأعداد الأربعة الأولى من هذا الأصحاح الجميل مكتوب و في تلك الأيام جاء يوحن المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً توبل أنه اقترب ملكوت السماوات فأن هذا هو الذي قيل عنه بأشعاء النبي صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب أصنعوا سبله مستقيمة و يوحن هذا كان لباسه من وبر الإبل و على حقويه منطقة من جلد و كان طعامه جراداً و عسلاً برياً أكو شخصيتين عاصر دي المسيح اسمهم يوحنة يوحن تلميث و يوحن المعمدان يوحن المعمدان هو اللي كان يكرزه في البرية يعني يعلن رسالته المثير أنه هو يكرز في البرية و المعروف أنه في البرية المفروض ما يكون فيه ناس لكن ليش كان بيعلن رسالته في مكان فارغ ما بيه ناس البرية بترمز للجفاف الروحي اللي كان العالم بتعيشها بوقتها مركزة على الطقوس وعادات وتقاليد البرية بترمز إلى الفراغ الداخلي أقبل كل الأفكار والتعاليم و مع الأسف من ضمنها السحر والشعوذة و إلى آخره البرية همين ممكن ترمز على الانفراد والوحدة و بهالحالة بيكون الشخص فريسة سهلة لإبليس البرية بترمز إلى الإنعزال من العالم اليائس و محاولة الهروب من الحزن والاعتقاد الغلط أنه البعد عن الناس بيجيب السعادة يحنى راد يكرز لكل هؤلاء الظروف و مهم نتعرف على البرية اللي حولينا في العالم اللي احنا عايشين به و كيفية الكرازة فيها النقطة المهمة أنه مهم نفحص ظروفنا حياتنا اليوم أنه احنا ما نكون عايشين في البرية في الجفاف في الفراغ في البعد و في المعتقدات الغلط اللي ممكن تملي حياتنا صلي أن الرب بيطلعك من البرية و بيدخلك إلى مراعن خضر وهو بيقودك هناك يا رب يسوع أنا بشكرك لأن كنا في البرية و انت جبتنا يا سيدي إلى نكون أولاد و بنات إلك بنعيش حياة روحية معاك بنكون على علاقة معاك و فعلا منتغدى كل يوم من المراعن خضر و إلى مياه الراحة بتقودنا في كل لحظة باسم المسيح يسوع صلي آمين آمين والربي باركك ولا تكون في البرية موسيقى 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 موسيقى